موسيقى السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة مساء أهلا بكم والبداية بأبرز العنوين بناء على التكليف السامي سمو سيد أسعد بن طارق يترأس وفد السلطنة في القمة العربية الثلاثين التي اختتها ما تعملها بتونس موسيقى رسالة لجلالة السلطان المعظم من أخيه فخامة الرئيس السودانية تسلمها سمو سيد أسعد بن طارق السعيد في تونس موسيقى تحياته جلالة السلطان المعظم يقولها سمو سيد أسعد بن طارق السعيد إلى عدد من قادة الدول العربية على هامشي أعمال القمة العربية بتونس موسيقى السلطنة تؤكد مواصلة دعمها لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن الأمن والاستقرار موسيقى وفي أخبارنا الاقتصادية تتابعون موسيقى بتكلفة قاربت ثلاثة مليارات دولار تدشين مشروع تحسين مصفات صحار موسيقى وتتابعون في الأخبار الرياضية سبعتنا وثمانون ميداليتنا ملونة حصيلة المنتخب الوطني في ختام منافسات بطولة الخليج وغرب آسيا لرفع الأثقال موسيقى موسيقى بناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ترأس صاحب السمو سيد أسعد بن طارق أل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والموثل الخاص لجلالة السلطان وأبدى السلطنة المشاركة في أعمال القيمة العربية العادية 30 في تونس اختتمت القيمة العربية أعمالها بإعلان تونس الذي يكد على همية المصالحة العربية ومركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن نؤكد أولاً أن ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكثر بكثير مما يفرقها بفضل قوة الروابط الحضرية العريقة والتاريخ والمصير المشترك وعورى الأخوة ووحدة الثقافة والمصالح المشتركة ثانياً نجدد تأكيدنا على المكان المركزي للقضية الفلسطينية في عملنا العرب المشترك وفي كل تحركاتنا في المحافل الإقليمية والدولية ونؤكد أن الجولان أرض سورية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجلس المجتمع الدولي فإننا نعرب عن رفضنا لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان لما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقرارات الدولية وتهديد للأمن والاستقرار نساند الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن وضي حداً لمعاناة الشعب اليمني الشقيق ونجدد التأكيد على ضرورة التزام ميلايشيات الحوثي باتفاق الهدنة ووقوف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق استوكهولم الذي رعاته الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018 وبناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه شارك صاحب السموة سيدة سعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان في أعمال القمة العربية العادية الثلاثين في تونس وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مقر القمة بقصر المؤتمرات فقامت الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ترأس صاحب السموة سيد أسعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وفد السلطانة في أعمال القمة العربية العادية الثلاثين في تونس القمة التي تسلمت تونس رئاستها من المملكة العربية السعودية تصدرت أجندتها القضية الفلسطينية حيث يرفض قرار للقمة إجراءات بعض الدول بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويرفض أي صفقات للسلام مع إسرائيل خارج المرجعيات العربية والدولية القمة أكدت على السيادة العربية السورية على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل مع رفض قاطع للقرار الأمريكي الذي يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان ستظل القضية الفلسطينية على رأس إمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقها المشروعة وعلى رأسها حكامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمةها القدس الشرقية تنادي إلى قهرات الشرعية الدولية مبادرة السلام العربية نجدد التأكيد على رفنا القاطع لإجراءات من شأنها المساج بالسيادة السورية على الجولان ونؤكد على الأهمية التوصل إلى حل سياسي لأزمة السورية يضمن أمن سوريا وحدتها وحدة وسيادة الأراضي اليمنية ودعم جهود إحلال الاستقرار عبر الطرق السلمية بين أطراف النزاع في اليمن وتمكين ليبيا من عبور محنتها السياسية والأمنية موضوعان حازاء على اهتمام قادة الدول العربية خلال قمتهم فمن غير المعقول والمقبول أن يتواصل الوضع على ما هو عليه وأن تستمر المنطقة العربية في صدارة مؤشرات بؤر التوتر واللاجئين والمآسي الإنسانية والإرهاب وتعطيل التنمية كما أنه من غير المقبول أن تدار قضايان العربية المرتبطة مباشرة بأمننا القوم خارج أطر العمل العربي المشترك وأن تتحول منطقتنا إلى ساحات للصراع الدولية والإقليمية ما زالت بعض دولنا تنزفوا وبعض أبنائنا يكابدون مرارات الصراع والألام والتشريد في سوريا واليمن وليبيا بعض من أعز الحواضر وأغلى المدن العربية على نفسنا لا زالت تعيش في ظلال الخوف وتحت تهديد الميليشيات والجماعات الطائفية والعصابات الإرهابية وجميعنا يعرف أن الحلول السياسية هي الكفيلة وحدها مع نهاية المطاف بإنهاء النزاعات وقلب الاستقرار فلا غالب في الحروب الأهلية وإنما الكل مغلوب المهزوم مغلوب والمنتصر مغلوب ومن بين البنود الأخرى المعروضة ضمن جدول أعمال القمة العربية تطوير أداء مؤسسات جامعة الدول العربية والملفات الاقتصادية الخاصة بالسوق العربية المشتركة وتعزيز التعاون في المجالات الثقافية والاجتماعية بين الأقطار العربية القيادة التونسية وبعد تسلمها لزمام رئاسة القمة العربية في دورتها الثلاثين تعهدت ببذل أقصى الجهد لمتابعة تنفيذ قرارات القمة خاصة المتعلقة بتفعيل الشراكات بين الدول العربية وحل الخلافات بين بعض الدول إبراهيم بن سيف العزري بعثة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى القمة العربية تونس تلقى حضرة صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة من فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيسي جمهورية السودان تسلم رسالة صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان للاستقبال سموه لمعالي الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ووزير الدفاع بمقر القمة العربية في العاصمة تونس الذي نقل تحياته فخامة رئيس جمهورية السودان وتمنياته الطيبة لعاهل البلاد المفدأ بدوام الصحة والعافية والعمر المديد والشعب العماني بالطراد التقدم والرقي وقد أبلغ صاحب السموه سيد أسعد بن طارق آل سعيد معالي الفريق الركن نقل تحيات جلالة السلطان المعظم لفخامة رئيس جمهورية السودان وتمنيات جلالته الطيبة له بؤفر الصحة والسعادة وللشعب السوداني الشقيق بالمزيد من التطور والنماء استقبل صاحب السموه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت صاحب السموه سيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وذلك بمقر القمة العربية في العاصمة تونس وقد نقل سموه خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتمنيات جلالته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء من جانبه حمل صاحب السمو الشيخ أمير دولة الكويت سموه نقل تحياته إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته بموفور الصحة والعافية ومديد العمر والشعب العماني بالمزيد من الرقي والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك كما استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو سيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وذلك بمقر القمة العربية في العاصمة تونس وقد نقل سموه خلال المقابلة تحيئة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس من سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني وتمنيات جلالته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب الأردني الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء من جانبي حمل العاهل الأردني سموه نقل تحياته إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته بمفور الصحة والعافية ومديد العمر وللشعب العماني بالمزيد من الرقي والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات التنائية بين البلدين الشقيقين وتبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك واستقبل فخامة الرئيس العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية في تونس صاحب السموه السيد سعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وقد نقل سموه خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس اللبناني وتمنيات جلالته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب اللبناني الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء من جانبه حمل فخامة العماد ميشيل عون سموه نقل تحياته إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته بموفور الصحة والعافية ومديد العمر وللشعب العمني بالمزيد من الرقي والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة جرى خلال المقابلة الودية استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتبادل الأحاديث والأمور ذات الاهتمام المشترك التقى صاحب السمو السيد أسعد بن طارق أل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون العلاقات والتعاون الدولي والمؤثر الخاص لجلالة السلطان بمقرن عقادي أعمال القمة العربية العادية 30 مساء اليوم مع معالي أنطونيو جواتيروس الأمين العام للأمم المتحدة وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأفاق التعاون ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية التي اختتمت أعمالها اليوم حضر المقابلات معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية وسعادة سيف بن أحمد الصوافي المستشار بمكتب سموه أكد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسهول عن الشؤون الخارجية استمرار دعم السلطنة لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن الشقيق وشعبه الأمنى والاستقرار جاء ذلك خلال استقبال معاليه لسعادة مارتن جريفث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن حيث استعرض جريفث مع معالي الوزير المسهول عن الشؤون الخارجية الجهود التي يبذلها مع الأطراف اليمنية في مسار تحقيق السلام في اليمن أعلنت إيران حالة الطوارئ في بلدات وقرى تابعة لإقليم خوزستان جراء تواصله طول الأمطار الغزيرة والفيضانات وأخلت السلطات الإيرانية أكثر من خمسة وخمسين قرية قرب نهري داز وكرخة نتيجة توقعات بارتفاع منسوب المياه إلى مستويات قياسية كما حذرت من بلوغ الفيضانات مدينة الأهواز إذا ما استمره طول الأمطار بمعدلات كبيرة من جانبها جددت هيئة الأرصاد الإيرانية تحضيرها للسكان بتجنب الخروج من منازلهم إثر تسجيل حالات فقدان وفيات نتيجة حالة الطقس في المناطق الشمالية أبقى الجيش الإسرائيلي على تعزيزاته العسكرية في محيط قطاع غزة رغم فتح معبرين واصلين مع القطاع اليوم وأكدت مصادر فلسطينية استنافى عمل معبري كرم أبو سالم التجاري ومعبر بيت حانون لعبور الأفراد كالمعتاد بعد نحو أسبوع من إغلاقهما وكانت إسرائيل أعلنت إغلاق المعبرين الاثنين الماضي بعد إطلاق صاروخ من القطاع أدى إلى إصابة سبعة مواطنين النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد الفاصل بأنشطة تراثية وثقافية تواصل فعاليات مهرجان طاقة 2019 موسيقى 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 بناء على التكليف السامي سمو سيد سعد بن طارق يترأس وفد السلطنة في القمة العربية الثلاثين التي اختتم تعملها بتونس موسيقى رسالة لجلالة السلطن المعظم من أخي فقامة الرئيس السودانية تسلمها سمو سيد أسعد بن طارق السعيد في تونس موسيقى تحيات جلالة السلطن المعظم ينقلها سمو سيد أسعد بن طارق السعيد لعدد من قادة الدول العربية على هامش أعمال القمة العربية بتونس موسيقى السلطنة تؤكد مواصلة دعمها لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن الأمنى والاستقرار موسيقى موسيقى أعلن مجلس البحث العلمي تمويل ستة مقترحات بحثية وأخرى ابتكارية توجد حلولا لمدن ذكية المقترحات البحثية ستة تم اختيارها من بين 138 مقترحا بحثيا وابتكاريا من 20 مؤسسة أكاديمية على أن يتم تنفيذها خلال سنة من توقيع العقود لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا التقنية أعلن مجلس البحث العلمي عن تمويل ستة مقترحات بحثية وأخرى ابتكارية توجد حلولا متطورة لمدن ذكية في موضوعات مختلفة فمن البحث الابتكارية أربعة مقترحات في مجالات مختلفة حظيت بالدعم هي مقترح نظام ذكي مبسط لعنوانة الشوارع مقترح تقنيات ذكية لا تتطلب عملية جراحية لفحص اعتلال الشبكية لمرض السكري للوقاية من العمى باستخدام خوارزميات التعليم العميق لنظام الصحة الذكية في عمان مقترح نظام آلي ذكي للكشف عن التلوث في مياه البحر باستخدام نظام الطائرة المسيرة بدون طيار مقترح نظام ذكي وصديق للبيئة لإدارة المخلفات الصلبة بسواحل جنوب الشرقية بسلطنة عمان ومن المقترحات البحثية حظية مقترحان بالدعم المادي من مجلس البحث العلمي هما مقترح منهجية ذكية لقياس طباع الرأي العام لخدمات المدن الذكية مقترح الشوارع الذكية الردود والتغذية اللحظية من خلال تطبيق إشارات مرور ذكية قابلة على التكيف والتعلم الآلي المقترحات البحثية والابتكارية توظف التقنية لخدمة مجالات مختلفة وتوجد حلولا لمشكلات بعضها استعصى حلها على مدى سنوات وأخرى يعمل الباحثون على إيجاد حلول أسرع لها دفعا بمنفذيها للمساهمة في النهوض بالمدن الذكية تتواصل الاستعدادات لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة هذا العام وسط إنجازات حققتها هذه المسيرة من الممارسة الشوروية في البلاد حيث يستمر التسجيل في السجل الانتخابي للمواطنين والمواطنات غير المسجلين في الفترات السابقة فيما انتهت فترة استقبال طلبات الترشح إلكترونيا في شهر فبراير الماضي وشهدت انتخابات مجلس الشورى ممارسة عملية لنهج الشورى نظرا للنقلات النمعية التي مرت بها هذه الممارسة الشوروية في السلطنة منذ بداية عصر النهضة المباركة التي سارت وفق رؤية ثابتة وثاقبة من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه رعت حالة التدرج بالمجتمع من الاستشارة إلى الشورى ثم الأدوار الرقابية والتشريعية كما حدث في الدورتين الماضية والحالية من عمر المجلس التصدي للمخاطر المالية وتبادل الخبرات الدولية من قضايا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كانت ضمن محاور المنتدى التوعوي الخامس للمعلومات المالية الذي نظمه المركز الوطني للمعلومات المالية المؤتمر يسعى إلى معرفة التحديات والصعوبات في مجال الإثبات الجنائي وتقارير المعاملات المشبوهة وتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص انطلقت صباح اليوم بقاعة المؤتمرات بالبنك الوطني العماني فعالية منتدى التوعية الخامس عن المعاملات المشبوهة الذي ينظمه المركز الوطني للمعلومات المالية ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة الجهات ذات العلاقة وعدد من المختصين من القطاعين العام والخاص وخبراء دوليين هذه المنتدية ضرورية جدا على أساس يكون هناك عند المؤسسات والأفراد نوع من المعرفة على الأقل أساسيات المكافحة والتصدي لها منذ البداية وأيضا التعريف بكل ما يتعلق بالتشريعات كل ما يتعلق بالإجراءات كل ما يتعلق بالتجريم كل ما يتعلق بهذه الأمور التي تصب في مكافحة غسيل أموال تومي للرهاب يسعى المنتدى إلى تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني للمعلومات المالية حيث تركز المحاور على الجوانب القانونية والإجرائية في هذه الجرائم وقيمة المعلومات المالية في التحقيقات التفاعلية والتعاون المحلي والدولي في مجال التحقيقات المالية واسترداد الأصول ودور المؤسسات المالية في التصدي لمخاطر الجرائم المالية والتعاون بين الجهات المعنية ومشاركة القطاعين العام والخاص يأتي هذا المنتدى في مسيرة نجاح السلطانة عمان في مكافحة كريمة غسل أموال وتمويل الإرهاب ليبين مجهودات السلطانة في هذه المكافحة وفي ذات الوقت ليعبر عن تضافر جهود السلطانة مع الجهود الدولية التي تتولاها الأمم المتحدة ومجلس الأمن كما يهرف المنتدى إلى معرفة التحديات والصعوبات في مجال الإثبات الجنائي واستعراض مجموعة الأحكام القضائية المحلية والأجنبية في هذا المجال لتحليلها والاستفادة من الخبرات والسوابق القضائية وأهمية التحقيقات المالية الموازية في مكافحة هذه الجرائم تزويد المشاركين في المنتدى بمجموعة من المهارات ومجموعة من المعطيات تساعدهم في رفع المستوى المهني لهم وأيضا في تحقيق مزيد من الفاعلية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد تخلل المنتدى تقديم أوراق عمل حيث كانت الورقة الأولى حول طرق الدفع الجديدة وإرشادات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتناولت الورقة الثانية تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص بالإضافة لورقة عمل حول أهمية تقارير المعاملات المشبوهة يهدف هذا المنتدى إلى الاستفادة من الخبرات الدولية والإطلاع على مختلف القضايا لمعرفة الممارسات المهنية بشأنها الملازم يسو بن ياس المحروقي مسقط نظمت المديرية العامة لمشروع المليون نخلة بديوان البلاط السلطاني برنامجا تعريفيا للمسؤولين بمحافظة الظاهرة عن المراحل التي قطعها المشروع الذي يضم ثلاث مزارع في ولاية عبري من بينها مزرعة مسروق العضوية المزرعة تنفرد باعتبارها مزرعة النخيل العضوية الوحيدة من ضمن المشروع وكونها من أكبر المزارع عالميا في هذا المجال ما إن تم وضع الفسيلة الأولى حتى تسارعت الخطى نحو الوصول إلى الرقم المنشود في مشروع المليون نخلة وإنتاج نحو تسعين ألف طن من التمور عالية الجودة عبر مزارع منتشرة في ربوع محافظة السلطنة تدار بسواعد عمانية مستخدمة التقنيات الزراعية الحديثة وموظفة الذكاء الاصطناعي استخدم التقنيات الحديثة في المشروع فعلى سبيل المثال في استخدام عمليات البستنية مثل التنبيت تم إدخال هذا الموسم طائرات المسيرة عن بعد الدرون كذلك يوجد هناك نظام متكامل يتحكم بأنظمة الرأي في المشروع بحيث هناك تحكم متكامل بهذا النظام يعطي النخلة فقط احتياجها فهذا ساعد في تقنين كميات المياه المستهلكة من النخلة المديرية العامة لمشروع المليون نخلة بديوان البراط السلطاني نظمت برنامجا تعريفيا للمسؤولين بمحافظة الظاهرة عن المراحل التي قطعها المشروع الحيوي للأمن الغذائي في السلطنة والذي يضم ثلاث مزارة في ولاية عبري هي مزرعة عبري والصفى ومسروق تستوعب نحو 211 ألف صنف من نخيل الفرض والخلاص والفحول والمجدول فرصة أيضا حقيقة للمواطنين خاصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذا المشروع من خلال الاستفادة بالصناعات التحويلية التي سوف تكون مستقبلا من خلال هذا المشروع وتنفرد مزرعة مسروق كونها المزرعة العضوية الوحيدة من ضمن المشروع المتكون من 11 مزرعة كما يتوقع أن تكون من كبريات المزارة على مستوى العالم في مجال الزراعة العضوية بمساحة تصل إلى 6 ملايين و400 ألف متر مربع وبإنتاجية قد تصل إلى 10 ألاف طن من التمور العضوية سنويا زراعة عضوية بمعنى أن تستخدم الموارضة الطبيعية المتاحة في إنتاج الزراعي وبعيدا عن استخدام الكيمويات سواء كان مبيدات أو اسمدة كيموية طبعا هدف المشروع في البداية أنه تغطية السوق المحلي والفائض منه سيتم تصديره للخارج مردود غذائي واقتصادي واجتماعي وبيئي ونقل نوعية في قطاع النخيل سيحققها هذا المشروع باكتمال مكوناتها الرئيسية الثلاثة من المزارع والمختبر المركزي ومن ثم التصنيع أكبر المراكز البحثية في ألمانيا ومصر أعطت مزرعة مسروق شهرت الاعتمال باعتبارها أول مزرعة عضوية للنخيل في السلطنة والمنطقة محمد بن سعد العلوي من مزرعة مسروق العضوية بولاية عبري محافظة الظاهرة استطافت جامعة السلطان قابوس مجموعة من طلاب وطالبات جامعات وكليات دول الخليج العربية في مسابقة الخليج للبرمجة في نسختها التاسعة المسابقة تسعى إلى تنمية المهارات التقنية لدى الطلبة كما أنها تعد فرصة لإظهار إبداعاتهم في البرمجة وحل المشكلات الإلكترونية نشر البرمجة واحترافها وإتقان أساليب حل المشكلات باستخدام التقنية بالإضافة إلى تدريب طلبة الجامعات على العمل تحت الضغوطات في وقت قياسي كانت الأهداف التي جاء للتنافس حولها طلاب من كليات وجامعات من السلطنة ودول الخليج في مسابقة الخليج للبرمجة التي استضافتها جامعة السلطان قابوس مسابقة تعتمد أو تطلب من المشاركين حل مجموعة من المشكلات البرمجية في زمن محدد تنمي عندهم مهارات حل المشكلات مهارات روح الفريق مهارات العمل تحت الضغوط وبالتالي هي فرصة مناسبة لهم لإعدادهم لسوق العمل ولمشاركات في مسابقات أخرى من هذا النوع العالمي وأقليمي 55 فريقا يمثلون 29 جامعة مختلفة بمشاركة طلاب وطالبات من دول الخليج اجتمعوا في النسخة التاسعة من المسابقة سعيا لإبراز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية في مجال البرمجة وحل المشكلات الإلكترونية في المسابقة نحل مجموعة مساءل برمجية بخوارزميات متخصصة بعلوم الحاسب الآلي ونحاول أن نحلها بسرعة شاركنا قبل في المسابقة العربية للبرمجة في شرم الشيخ بمصر كانت مسابقة جدا رائعة تقربتي كانت أبدت من أيام الدخولي في القامعة والحمد لله حاليا وصلنا إلى مرحلة نأسسنا شركة منافسة في مقالة تقنية المعلومات في السلطنة هذا الحدث الإقليمي تستضيفه كل عام جامعة خليجية يتم فيه محاكاة بيئات المسابقات الدولية المتخصصة بهذا المجال من حيث الأدوات التشغيلية ومواصفات المشكلات وإجراءات التحكيم وراء كل جهد يبذل إرادة تدفع باتجاه الإنجاز تلك هي رؤية مسابقة الخليج للبرمجة التي تهدف إلى تنمية وتعزيز المهارات البرمجية لدى طلاب الجامعات والكليات وتتيح لهم الفرصة للتأهل للمسابقة العالمية إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي مسقط بهدف الحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على نظافة المناطق السياحية في محافظة الداخلية وغرس الواعي بضرورة التخلص الآمن من المخلفات نظمت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة حملة توعوية تحت شعار عمان تستاهل الحملة التي سادفت زائري ومرتادي الجبل الأخضر تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة المتعددة الجبل الأخضر في محافظة الداخلية من محطات الجذب السياحي في السلطنة التي تستقطب السياح على مدار العام فكان مسك ختام الحملة البيئية التي تتبنها شركة بيئة والتي تستهدف مناطق الجذب السياحي في السلطنة تحت عنوان عمان تستاهل حملة عمان تستاهل تستهدف المناطق السياحية في جميع محافظات السلطنة ويعتبر القبل الأخضر من المناطق السياحية التي يرتادها العديد من السواح سواء كان من المواطنين أو من الأجانب من خارج السلطنة تهدف هذه الحملة إلى زيادة وعي المواطنين حول الطرق الصحيحة للتخلص من النفايات الحملة التي حظيت بمشاركة مجتمعية فاعلة ساهمت فيها الجهات المختصة والمجتمع المحلي بكل أطيافه سعت إلى الحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على المواقع السياحية وخاصة فيما يتعلق بطرق التخلص من النفايات تقوم شركة بيئة بتوصيل رسائل توعوية للمجتمع لنشر ثقافة رمي المخلفات داخل الحاويات وعدم رميها عشوائيا أو رميها بقانب الحاويات كما قامت الشركة بتدشين شوايات معاد تدويرها بأيدي عمانية الأدوار التي قامت بها شركة بيئة أولا أنه وفرت عدد من الحاويات ليتقمع القمامة في أنحاء الجبل الأخضر كافة وأيضا المبادرة الثانية هنا تقوم بحمل الأشجار وبقايا الأشجار التي قطعت ووضعت في قانب الوراميل تنفيذ العديد من الأنشطة والأعمال للحفاظ على البيئة في ربوع الجبل الأخضر وتنظيم حملات النظافة وإقامة برامج تثقيفية متنوعة وتوجيه السياح إلى ضرورة المحافظة على أماكن التخيم والاستجمام رسائل حققتها الحملة في محطة الختام سعيد بن الديب الهنائي محافظة الداخلية نيابة الجبل الأخضر الآن إلى الأخبار الاختصادية مع الزمير خالد بن سعيد العمري شكرا خالد وأهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية دشنت مجموعة النفط العمانية أوربك وأوربك مشروع تحسين مصفات صحار بتكلفة بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي وسيساعد المشروع في تحسين الأداء البيئي للمصفى والتغلب على التحديات الناتج عن تغير نوعية وجودة مزيج النفط الخام رأى حفل التدشين معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز رئيس مجلس إدارة مجموعة النفط العمانية وأوربك تعزيزا لمعدلات الطلب المتزايد على المشتقات البترولية في السلطنة ورفعا للقيمة المضافة لعمليات تكرير النفط العماني بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة العائد في الميزان العام دشن مشروع تحسين مصفات صحار المشروع سيزيد مقدار كميات الإنتاج في المصفى بـ 82 ألف برميل يوميا لترتفع بذلك السعة الإجمالية لمصفات صحار من 116 ألف برميل يوميا إلى 198 ألف برميل في اليوم مشروع تحسين المصفى هدفها الرئيسي كانت حلول هذا المشكلة البيئية واستغلنا الفرصة لزيادة منتجات ومنتجات جديدة هذا فائدة تحويلية من الخام إلى منتجات بيترو كيمويات وزيادة وتوسع حجم منتجات البيترو كيمويات التوسعة الجديدة ستعمل على تحسين الأداء البيئي لمصفات صحار وتشمل على إقامة خمس وحدات جديدة ستمكن لمصفات صحار من زيادة القيمة المحققة من كل برميل علاوة على مقدرتها في التكيف مع التغيرات فيما يتعلق بجودة ونوعية النفط الخام بفضل التقنيات الحديثة تم إضافة عدد من الوحدات والتقنيات الجديدة في هذا المشروع والتي ترفع القيمة المضافة لكل برميل من النفط الخام المستخدم طبعا هذا يرفع الكفاءة التشغيلية للشركة وكذلك يعظم الفائدة الاقتصادية لكل برميل مستخدم من النفط الخام نفذ المشروع بإشراف وإدارة واسعة من الكوادر والكفاءة الوطنية التي عملت ضمن خطط استراتيجية مكنتها من التخطيط السليم والإجادة في التنفيذ ما حقق الانتهاء من المشروع في المدة المحددة تمثل القيمة الاستثمارية لإقامة المشروع البالغة مليارين وسبعمائة مليون دولار أمريكي الثقة التي يحظى بها الاقتصاد العماني كما أن إنجاز هذه التوسعة سيزيد من تحقيق العوائد ويدعم عمليات التوظيف والسيعاب العمانيين في الوظائف التي يوفرها يأتي مشروع تحسين مصفات صحار ليشكل إحدى اللبنات الأساسية في تعزيز الأصول الاستثمارية لمجموعة النفط العمانية وأوربيك من ولاية الصحار بمحافظة شمال الباطنة عبدالله بن صالح الريسي هذا ليس مجرد هاتف إنه هاتف بكاميرا فائقة قوته الخارقة كاميرا لايكة ربعية بمستشعر فائق هندسة عدسة التقريب الرائدة تمكنك من الاقتراب من الأشياء التي تحبها يتميز أيضاً بوجود مستشعر فائق للضوء يمكنك من رؤية الضوء في الظلام غير قواعد التصوير مع سلسلة هواوي P30 تواصل وزارة القوى العاملة إجراء مقابلات التوظيف للباحثين عن عمل عبر دعوة ألفين وواحد وثلاثين باحثاً عن عمل خلال الأسبوع الحالي للتنافس على مائة واثنين وتسعين فرصة وظيفية وإجرت الوزارة لهم مقابلات توظيف لمائتين وستة وثمانين باحثاً عن عمل تقدم للتنافس على أحدى وأربعين فرصة وظيفية في شركات مختلفة وسيتم غداً الاثنين وبعد غداً الثلاثاء إجراء مقابلات التوظيف لتسعمائة وستة باحثين عن عمل للتنافس على أربعة وثمانين فرصة في العديد من الشركات كما قامت العديد من الشركات القطاع الخاص بالمبادرة وإعلان العديد من الوظائف الشاغرة بها حيث تجرى مقابلات هذا الأسبوع في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارة ومختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص من أجل إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل في مختلف التخصصات تعكف الهيئة العامة لسوق المال على تهيئة الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي لمشروع التأمين الصحي للزميع على العاملين في القطاع الخاص والوافدين في السلطن والزائرين لها وأوضحت الهيئة أن صدر الوثيقة تمثل إعلاناً بجاهزية البنية التشريعية لنظام التأمين الصحي ضماني تمهيداً لتطبيق المشروع بشكل تدريجي بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء مشيرة إلى أن مراحل التطبيق ما تحددها حسب تصنيف سجلات الشركات التجارية ومدى قدرة المؤسسات الصحية الخاصة على استيعاب الأعداد التي يشملها النظام حيث بن المتوقع أن يوفر المشروع تغطية تأمينية لحوالي مليونين ومئة ألف عامل هذا ليس مجرد هاتف إنه هاتف بكاميرا فائقة قوته الخارقة كاميرا لايكا ربعية بمستشعر فائق هندسة عدسة التقريب الرائدة تمكنك من الاقتراب من الأشياء التي تحبها يتميز أيضا لوجود مستشعر فائق للضوء يمكنك من رؤية الضوء في الظلام غير قواعد التصوير مع سلسلة هواوي بي ثارتي عقد بمسقطة الاجتماع الحادي والثلاثين لللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ونقشت اللجنة خلال اجتماعها مستجدات القضايا العكسية وشكاوي الصناعة الخليجية إلى جانب آلية التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وآلية مقترحة تكفل على ما تضرر الصناعة الوطنية كما بحثت اللجنة سبل تحقيق أهداف دول مجلس التعاون الاقتصادية لتهيئة الظروف الملائمة لتكون داعما لأساسيات صالحة للصناعة النشر الاقتصادي انتهت شكرا لكلم المتابعة تتواصل لليوم الثامن فعاليات مهرجان طاقة 2019 حيث يشهد المهرجان أنشطة متعددة تهتم بالجوانب التراثية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية المهرجان الذي يبرز مكنونات تراث الآباء والأجداد بتقديمه للعادات والفن العمانية يشهد مشاركة وحضورا مجتمعيا واسعا تتواصل فعاليات مهرجان طاقة 2019 ما بين فعاليات رياضية في مختلف الرياضات الشاطية والبحرية وفعاليات ثقافية وفنية وتراثية وترفيهية هنا بين هذه الجنبات التراثية تفوح أصالة الماضي الممزوجة برائحة اللوبان العماني والله شاركنا بحرفة الاستفادة من قشرة النارجيل هذه حرفة جديدة وحاولنا نبتكر أشياء جديدة أشياء نفعية وجمالية بحيث نستخدم يعادة تدوير الخامة نفسها بدل الواحد ما يرمي فيها نصوي فيها أشياء جمالية ونفعية في المقابل فنون أخرى تقام في قرية الصيادين أما القرية الريفية فهي كذلك تواصل تقديم فنونها وعاداتها حضور جماهيري متفاعل مع فعليات المهرجان المتنوعة وخاصة العروض المسرحية أنا زائرة من اليمن السعيد سعيدة بتواجدي في مهرجان طاقة وسط هذه الفعاليات التراتية والتقافية والرياضية والفنية والشكر للقائمين على هذا المهرجان الرائع وخصيصا يعني جمعية المرأة هكذا تتواصل فعليات مهرجان طاقة 2019 ما بين رياضية وثقافية وتراثية على مدى الأيام القادمة محمد بن بخيت حسون الشحري ولاية الطاقة محافظة طفار أن مع أخبار رياضة مع الزميلة مزون الحسينية شكرا جهان أهلا بكم مشاهدين حقق منتخبنا الوطني للرجال والنساء اليوم المركز الثاني في الترتيب العام مع ختام منافسات بطولة الخليج وغرب آسيا لرفع الأثقال والتي استضافتها السلطنة بمشاركة منتخبات الخليج ودول غرب آسيا والتي أقيمت منافساتها على مدار أربعة أيامنا بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وسجلت البطولة تحطيم الأرقام للرباعين المشاركين في هذه البطولة والتي سجلت كذلك مشاركة نسائية ومنها مشاركة أولى للمنتخب الوطني والمنتخب السعودي ونجح رباعي المنتخب الوطني من حصد 87 ميدالية ملونة من بينها 10 ميداليات ذهبية نظمت جمعية الصحفيين العمانية ممثلة في لجنة الإعلام الرياضي اليوم ملتقى الإعلام الرياضي بالتعاون مع وزارة الشؤون الرياضية ووزارة الإعلام واللجنة الأولمبية العمانية والاتحاد العماني لكرة القدم شارك في الملتقى منظمات مهنية خليجية وعربية وقارية من الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي والاتحاد العربي للثقافة الرياضية والاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية وتشهد ندوة ملتقى الإعلام الرياضي ثلاثة جلسات في تخصصات متنوعة تجمع بين المهنية الإعلامية والثقافة الرياضية والأكاديمية المتخصصة والتجارب الرياضية رعى فعاليات الملتقى معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب عن قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر الداخلي وللسوقان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وضمة القائمة التي اختارها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني يعقوب الصباح 26 لاعبا من 16 ناديا ويسعى الصباح وجهازه المعاون حاليا لانتقاء أبرز العناصر لضمها في القائمة الرئيسية للمنتخب حيث تعتبر المعسكرات القصيرة من أجل مشاهدة ما يملكه هؤلاء اللاعبون عن قرب يحل نادي السويق غدا ضيفا على العهد اللبناني وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي ويلعب السويق المباراة برصيد خال من النقاط بعد خسارته أمام القادسية الكويتي والمالكية البحريني مما يجعل مهمته صعبة في ظل طموحات مضيفه العهد اللبناني في تحقيق الفوز بعد تعادله مع القادسية والمالكية ويأمل نادي السويق تجاوز الدور الأول المرة الأولى في تاريخه بعد أن شارك عدة مرات في البطولة وخروجه من دور المجموعات وإلى الخبر الأخير مشاهدين حيث كشف المركز الأولمبي للفروسية عن استضافة السلطنة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم للفروسية بمشاركة أكثر من مائة فارس من مختلف دول العالم وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل المؤتمر الصحفي لهذا الحدث أكد عن أهمية المشاركة العمانية والتي تسهم في تأهل عدد كبير من الفرسان العمانيين لنهائيات كأس العالم في خطوة تؤكد على تاريخ رياضة الفروسية بالسلطنة كشف المركز الأولمبي للفروسية النقاب عن استضافة السلطنة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم للفروسية بمشاركة أكثر من مائة فارس من مختلف دول العالم وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل المؤتمر الصحفي للحديث عن هذا الحدث الرياضي الهام أوضح من خلاله مندوب الاتحاد الدولي للفروسية عن سعادته أن تكون السلطنة محطة هامة لهذه التصفيات مشيدا بكل الإمكانات التي تؤهل السلطنة لاحتضان مثل هذه الفعاليات ومؤكدا في الوقت نفسه على دعم أسرة الاتحاد الدولي للفروسية بتوفير الجهود لنجاح هذه الاستضافة شرف للأسرة الدولية ترجع ينضم إلى فرسان عمان وخامات الخامات الجيدة جدا بالفروسية الدولية وهيدي مبادرة يعني بتنرفع على القبعة وأكيد بدعم الاتحاد العماني للفروسية ما بيعتقد بيكون في عقبات لتنظيم من جانبه أبدى أحمد بن سيف العبري رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العماني للفروسية أبدى سعادته باستضافة السلطنة لهذا الحدث الرياضي الهام مؤكدا على جاهزية السلطنة باعتباره حدثا وطنيا يترقبه كل فارس عماني ومشيدا بمبادرة المركز الأولمبي للفروسية في تنظيم هذه الاستضافة والذي سيكون فيه الاتحاد العماني للفروسية دائما رئيسيا بتسخير كافة الإمكانات لجعل هذا الحدث استثنائيا يعكس مكانة الخيل والفروسية في السلطنة في حين تحدث حمود بن سلطان الطوقي عضو الاتحاد العماني للفروسية ورئيس مركز تدريب الفروسية الأولمبي تحدث عن هذه الاستضافة مؤكدا على أن رسالة المركز الأولمبي للفروسية قد تمحور في تدريب وتطوير مهارات الفرسان العمانيين للتنافس في البطولات العالمية بمختلف مستوياتها ومؤكدا على جاهزية المركز لاستضافة الحدث الهام الذي سيحتضن أكثر من مئة فارس من مختلف دول العالم من بينهم فرسان من السلطنة نفسها زادت والبطولة كثرت وعندك الفرسان مستوهم ارتفع وارتقى إلى مستوى ممكن الحين قارنه إلى مستويات عالمية المركز الأولمبي والاتحاد العماني واللجنة الأولمبية هي داعمة بشكل مستمر لهذه الرياضة الأولمبية أبد الله بن عامر ألويهي من المركز الأولمبي للفروسية بولاية بركاء محافظة جنوب الباطنة إذن مشاهدين وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية عود الآن إلى الزملاء تحت شعار التواصل مع الأرض شاركت السلطنة دول العالم الاحتفال بساعة الأرض بإقامة العديد من الفعاليات التي تهدف إلى بث الوعي بين مختلف شرائح المجتمع كما تسعى الاحتفاليات التي نظمتها وزارة البيئة وشؤون المناخية إلى تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة تحديات ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية في الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي لكل مدينة وفي عادة سنوية ساد الظلام نحو مئتي معلم كبير من معالم مدن العالم بعدما أطفأت أنوارها احتفاءا بساعة الأرض في دعوة للقيام بعمل عالمي بشأن تغير المناخ أعتقد كل ساعة هي ساعة الأرض ربما يكون هذا أمر جيد لزيادة الوعي ويمكن أن يغير الأشياء ويغير آراء الناس هذا الحدث السنوي الذي ينطمه صندوق الحياة البرية العالمي هو تنبيه بشأن التغير المناخي والكثير من التهديدات الناجمة عن النشاط البشري وذلك بالدعوة إلى إطفاء الأنوار والأضواء غير الضرورية وإقامة العديد من الفعاليات التي تسعى لنشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على كوكب الأرض في برلين من المميز أن لدينا رمز عالمي للتغير بوابة برانبورغ هي رمز لعادة توحيد ألمانيا وهذا الرمز الذي نستخدمه لحماية المناخ وحماية بيئتنا السلطنة شاركت دول العالم الاحتفال بهذه الساعة حيث أطفأ الدار الأوبرا السلطانية مسقط أنوارها وآثرت عدد من معالم مسقط أن تبقى في الظلام مجسدة شعار احتفال هذا العام التواصل مع الأرض السلطنة تساند جهود المجتمع الدولي في الحد من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية وهنا يأتي دور كبير جدا للجهات الحكومية والشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع في المساهمة مع الخطط والسياسات والتشريعات التي تضعها الحكومة من أجل تقليل استهلاك الطاقة في كافة المصادر المختلفة سواء داخل المصانع أو في المباني أو في الأماكن العامة أهمية كبيرة لهذا اليوم هو توعية المجتمع للتقليل من استهلاك الطاقة ستون دقيقة مرت على مدن شهيرة بلا أضوائها المتلألئة ستون دقيقة وحدت العالم في عرف سنوي حماية لكوكب الأرض فنصل إلى ختام هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين بناء على التكليف السامي سمو سيد أسعد بن طارق يتلأس وفد السلطنة في القمة العربية الثلاثين لا تختتم تعملها بتونس رسالة لجلالة السلطن المعظم من أخي فقامة الرئيس السوداني يتسلمها سمو سيد أسعد بن طارق السعيد في تونس تحيات جلالة السلطن المعظم يقولها سمو سيد أسعد بن طارق السعيد إلى عدد من قادة الدول العربية على هامش أعمال القمة العربية بتونس السلطنة تؤكد مواصلة دعمها لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار ليمن في ختام نشراتنا هذه التحيات فريق العمل في مركز الأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة